حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم أنه لودغ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك قال سهيل فكان أبي لودغ أحد منا يقول قالها فإن قالوا نعم قالك أنه يرى أنها لا تضره حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن عبد الملك بن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع وأفضل الناس مؤمن بين كريمتين لم يرفعه اشتركوا في القناة